شاهد عيان على حكم الإخوان المسلمين يوميا مع مدفع الإفطار على قناة العالم الأسود للعسكر انتظرونا من الشخصيات التي لعبت دورا سيئة خلال حكم الإخوان وبعد الانقلاب العسكري هو المستشاهر زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء المستشاهر زكريا عبد العزيز طبعا كنت أعرفه بحكم أنه كنت أغطي كصحفي أتابع أخبار نظر القضاء والتقيته مرات عديدة وطبعا هو يعرفني وهو طبعا كلنا نعرف أنه تسطى لي تزوير الانتخابات أيام حسن مبارك وما إلى ذلك وقبل وخلال هذه الفترة أنا حصل صدام بيني وبين المستشاهر زكريا عبد العزيز الذي حدث أنني كتبته خبره في صحيفة الشروق أن زكريا عبد العزيز كان بيتصل بصحيفة الأهرام يطلب منها خبرا نشراته في الثمانينات بأنه أحمد الزند مؤيد لاقتحام مساكن القضاء إذا كانوا يأووا شخصيات متضرفة يعني كانت الوقع التعلق بقاضي هو والد المحام نزار غراب كان رئيس محكمة وراحت الشرطة اقتحمت منزل القاضي أبو نزار غراب وقالق القاضي على نزار غراب من داخله فأنا نشرت هذا الخبر طبعا هذا الخبر يسيق لأحمد الزند وليس إلى زكريا عبد العزيز لكن فجأت من زكريا عزيز بشتكين لي رئيس مجلس قدار الجريدة الشرق هنا ذاك إبراهيم المعلم وقال له صابر مشهور ده شغال مع الأمن طبعا هم مبلغون ليه يا عم شغال مع الأمن قال لهم أنا اتصلت يعني هو أنا كنت كتب أنه اتصل بالموظفين وطلب منهم كذا ولم يجد واتصل بنزار غراب ولم يجد واتصل بكذا يعني ايه واحد يعني ايه اللي يستفاد من الخبر أن أنا مرئي بزكريا عبد عزيز أو هكذا يفهم في الموضوع فهو قال لك الأول عرف منين بقى أن أنا عدت أتصل بفلان وفلان وفلان يعني أنا حلا بكلم فلان هيعرف منين فهو رأح هو مخمن كده واتهمني زورا كده أن أنا ايه شغال مع الأمن وأن أنا يعني عرفت هذه المعلومات إلا إذا كنت على صلة بإيه بأمن الدولة المهم طبعا لم أعبق بالأمر حقيقة فبعدها طبعا استمرت في الناشر فلقيتهم مشتكني تاني إيه قال لهم صبر مشهور هذا شغال لحساب أحمد اللي طبعا بتهم برضو الباطل فطبعا هم لم يصدقوا هذا لأنه أيضا كانوا بيجوا يقولوا لي أحمد الزندي بيشتكيك وقول لي أن أنت شغال لحساب زكريا عبد عزيز فهم قالوا له الكلام أنه ده هو شغال لحساب بأحمد الزندي غير صحيح لأن أحمد الزندي بيشتكنه أن صبر مشهور شغال الحساب زكريا عبد عزيز. فبالتالي يعني كل واحد منكم كزا فانا طبعا شغال الحساب القاري. الحساب ده الحساب ده انا راقب على هذا وده. فلم يكف عن الشكوى. طبعا انا بنشر اخبار في الاخر لا طارق له ولا طارق لحمد الزند فيشتكه. فانا مشاكيني بقى متبلع علي بايه. قالك خلاص هو صبر بقى مش شغال ما علامني. هو ممكن كان قاعد في مكتبي. وتلصص على مكالماتي. فجابوني هل انت تلصصت على انا قلت لهم هذا الرجل كذب. وانا لا كنت في مكتبه. ولا شفت حاجة. وانا ليه مصادري. لكن فيه حقيقة يعني اولا لو كان كنت في مكتبه. وسمعته يتصل باحد. لا يحق لي ان انا انشر هذا لان هذا امر خاص هو اتمن. لو انا كنت في مكتبه وخرج يروح الحمام وانا راح يصلي ولا راح يبالحد. لا يجوز لي ان اعبث بالاوراق لانه اتمنني. لكن طالما انا غير موجود في مكتبه. وعلم من مصادر لي انه فعل كذا او كذا او كذا. او هذه المصادر اطلعتنا على الاوراق ده حق. طبعا زكلت هاماني في زمتي وما الان. لكن لم اهتم. يعني قلت يعني درجل خفيف. ان هو يعود ينسيب لك حاجات تخص يعني زمتك او شرفك. يعني زلات. لكن لم اهتم يعني. الوام حتى جاءت انتخابات ناد القضاء. وفجئت به يا صحف ايه? انت ابني في القضاء. انت مش محترم. انت صعب. مش محترم. انت صعب. مش عارف بتعمل ايه? والمهم ايه? الزملاء الصحفين تدخلوا. وابعدوني وابعدوني. انا مردد شغالي انه طبعا دول مجموعة اوضاه مع بعض. يعني شغل بلطغية. ممكن طبعا اشتاموا. بس هما طبعا كلهم بلطغية مع بعض. ويقولك احتدى علينا وعلى القضاء الشامق والبدنجان وما الا دالي. وكذا. فانا قررت ان هذا الرجل تطاول على شخصي. وهذا امر يا مست كرماتي. ايه? يعني ايه? فهو ساحق قال لي ما انت صحف مش محترم وما تنبحث عفيه. لكن هذا لا يليه. فانا قررت ان لا اكلمه ابدا. وطبعا الزملاء في القسم. في قسم الحادث معاه. اخدوا موقف ضده. لانه رجل مش محترم. فكنا نكتب. كان بقى هو يولع ويشد في شعره ويشتك وما الى ذلك. دون اجده. اه قامت خورة 25 يناير في صديق ليه في الثورة كان بيعتصم معاه. فجت سيرتي في الحكاية. فحتى هو جيه مش عاوز اقول لي اسمه حتى لقوزيه. فقال لي صبر انا ممكن اصلح بينك وبين زكرا عب عزيز. قلت لي بص انا يعني اصلح بيني وبين زكرا عب عزيز. هو ان زكرا عب عزيز يعتدر لي. وطبعا مرت حتى اليوم هو لم يعتدر وانا لم اتصلح معه لانه يعني حتى لو انقلب عزيز سقط وعدت الى مصر يعني هذا ايه هو اخطأ في حقه يعتذر لي. المهم لما وصل الرئيس مرسي للحكم. طبعا انا فترة التغطية زكراية كانوا القضاء بدأوا يكرهونه بشدة لدرجة ان القيمة بتاعته سقطت رئيس نادي مرتين. لكنه في الطيار او القيمة التي تسندها في المرة الثالثة سقط. وزكراية لما ترشح لانه لا يجوز الترشح اكثر من ايه من مرتين. فمن اعرفهم الاخوان ومالطقاتهم والدنيا وبدواره وانتولهم زكراية عزيز لا يصلح وزيرا للعجب. لماذا قلتولهم لانه رجل اهوى وخفيف. يعني مجرد انه هو يختلف معك. يا زكراية عزيز كان يعمل ايه. يتخانم هالي فلان ايه هالي انت فلان يا محمد بيا انت فاكر لما انت خدت منه عشر جنيه. انت فاكر لما احنا. يعني كان زكراية عزيز رجل يعاير. يعني انا رأيته هو يعاير القضاة الذين يختلف معه. ورجل اهوى. ورجل خفيف. يعني مجرد ان انت نشرت خبر مع جبوش رجل عمل كذا واشتكيك وعمل 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 وينسب لك وقائع كذبا. لمجرد ان هو يود ان ينتقم منك. فطبعا اخلافاته مع القضاة فانا كنت لهم لا يصلح. المهم عدت فترة الرئيس مرسي كلها. يعني انا اعتقادي انه كان يرغب فيه ان يتولى اي من المنصبين. وزير عدل او نائب عد. هذا الانطباع تولد الي. تولد عندي خلال فترة حكم الرئيس مرسي. المهم زكراية عباس كان ماشي مع العالي الشيوعيين والليبراليين. واللي يوما بيسموا نفسه كافة الطورة ده يعيال الشيوعيين. لاتلافات الطورة دي يعيال الشيوعيين يعيال شغلين تبع المخابرات. ده الوضع اللي فازي كان حديثا يا. فالمهم انا كنت بجمع معلومات عن العالي الشيوعيين. لما اكتشفت ان الشيوعيين اغطبط يحكمون مصر. وستنعى الاعلام والاقتصاد والسياسة والسينما وكل شيء. فجبت بذكرات الشيوعيين السابقين. اعرفت منها خريطة الشيوعيين القدامة اللي هم مع الساحة. واحد عب مجيد وغير لبراشي. بقيت هؤلاء الايه الناس اللي موجودين في الايه في الساحة. طب خريطت الشباب الصغيرين بقى اللي هو تمرد والاشتراكيين السورين والناس دي. لان دول كانوا عاملين. لا تمرد دي برضو حركة الشيوعية. فانا اريد ان اعرف هذه لانهم لم يكتبوا مذكراتهم بعد. فجلست مع احد الاصدقاء ليه. هو كان مختلف بهم. قلت تعرف لان نعود قعدنا. ايه عام انت بتختلف بالعالي. قال لي اه انا بقعد في اهوص وما بقعد دايما في اهوص البلد. ايه الوضع عندك. فطبعا هو قاعد يقول لي الواد فلان في حركة كزا بيعمل كزا الواد فلان في حركة كزا الواد فلان الواد. طبعا كل وراء كل هذه الاعمال البلطاجة والفوضى والبلاك بلوك في عدر اسمورس كانوا حركات الشيوعية. والشيوعية مذهب يهودي وهذا تتنورناه في حلقة سابقة. فمن بين ما دقره لي. قلوا مين اللي بيقعد على الاهوة ريش. لان الاهوة ريش دي واكر الشيوعيين. يعني الشمامين والخمرجية والشيوعيين كلهم قاعدين على الاهوة ريش. الذين يسمون على انفسهم المثقفين. لكن هم شمامين وخمرجية ومنحرفين ويرتكبون كل الفواحش. هذي حقيقة. يسمون نفسهم المثقفين المفكرين البدنجية لكن هم شوية شمامين. تمام. فكان من بين ما قالوا لي انه القهوة دي بيقعد عليها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نظر القضاء. جمال فاهمي عضو مجلس نقاط الصحفيين وهذا شيوعي خمرجي. يعني كان يمشي في نهار رمضان خمرة في فامي. يعني حتى تفوحوا من فامي. جمال فاهمي الشيوعي بتاع نقاط الصحفيين. وقال لي مظهر شاهين ايضا الذي كان ازعم انه شيخ وفي الاخر تضح نشغلتها بعد سويرس. وكذلك بنت اسمها او امرأة اسمها جوليا لم تكن متزوجة لكن جوليا هذه لم تكن فوق مستوى الشبهات وكان ملابسها خليعة. فانا صدمت جدا يعني صحيح انا على خلاف مع زكريا عبدالزيز لكن انت كقاضي لا يليقوا بك ابدا انت اجلس في مكان مجبوه قهوة ريج دي قهوة مجبوهة. كلها خمور وحششين وبشربوا بالجوم خدرات وكلهم يعني وسط موجوه. ثم كيف لك ان تجلس على طرابيزها واحدة مع بنت ملابسها خليعة وهي محل شبهات يعني انا مش عاوز اتكلم الدنيا كلها عارفة انا مش عاوز اتكلم. فانا صدمت في ايه؟ في زكريا. فلما حدث الانقلاب العسكري فجينا بزكريا عبدالعزيز يصدر حكما على فتاه امرأة مسلمة من الاخوان المسلمين او من انصار الشرعية او كانت في مضاهرة بالسجن خمستاشر سنة. فصديق محامي ارسل ليه الحكم وقال لي خدر اشوف ما هذا زكريا عبدالعزيز. طبعا انا قرأت الحكم اتهمت بالتظاهر واخرق نظام الحكم وحياز السلاح ناري وما الى ذلك. ففجئت بقى ايه للقضية؟ يعني لا يمكن لا اي قضي في الدنيا يصدر هذا الحكم. سواء بقى تختلف او يعني حتى القضية الزابط لم يلفق. ده القضية حتى الزابط كاتب كلام يجيب براء الزابط يقولك ان انا كان في مظاهرة في الشارع وبعدين لقيت فيه تاكسي واقف في الجن ولا فيه عربية ملاكي. عربية ملاكي وقفت في الجن فيها مش عاب تاتا رجال او فاها رجلين وسيدتين تقريبا. وقمت اشتبهت فيهم جبتهم لقيت واحد واخد طلقة في رصاصة في رجله تمام؟ والبنتين دول وخدتهم وكذا. والتحريات افادت ان هما اشتركوا في المظاهرة وقوموا السلطات وهوامي. خلاص فانت الوقع الثبت عندك مش هدت الضابط اللي مسكهم ان هما كانوا في العربية الملاكي. ولا في التاكسي منش متذكرة. يعني لا هما كانوا فيهم زهرة ولا الضابط قال ان هما قوموا سلطات ولا اي حاج. وبعدين بقى ظابط التحريات كتب ان هما كانوا فيهم زهرة وكانوا. لكن ظابط الضابط هما قالش ان هما كانوا في زهرة ولا قوموا سلطات ولا ضرب ولا عمر. اي امرأة زكريا عاب عزيز. استنادا الى ظابط واحد. قال ان تحرياته وده في محكمة النقضة وبطول خلونا عارفين هذا الكلام. لا يا جوز دي السيد التحريات لانه يقول لك انا عرفت في المصادر. فانا ممكن انا حال قاعد في المصادر اقول لك انا عرفت انه السيسي قابل اي من الزواخر. ومنين المصادر الخاصة يعني ايه. فطبعا لا يا جوز دي تستند فيه اصدار حكم وسجن الناس استنادا الى ظابط يقول ان معلوماته استقاها من المكان اللي انا عرفه او من جهة اللي انا عرفه. فيقوم زكريا متمطع ومد البنت خمستاشر سنة المفتد. يعني لا واحد شهد ولا جابه مسجل خطر شهد ولا جابه بلطاجي شهد. ولا الزابط حتى اللي اباضهم اباض عليهم ادعى ان هم كانوا في المزاهرة. ده الافترة بتاع زكريا عبدالعزيز. ثم الوقت بتاع اللي هو واخد طلقه في رجله وزكريا برضو حكم عليه. قال له ان انا من حزب النور مفروض يحققه يعني مفروض انه مخابراته اللام. واخد طلقه في رجله. شوف مين اللي ضربوا بالنار يعمل حاج. المهم راحت الايام وجات الايام. فجينا بيو وزارة العدل بتاع العسكر تحيل زكريا عبدالعزيز لمجلس الايه. في يوم زكريا عبدالعزيز يعمل حوار في المصر اليوم. ويقول لك ايه بقى. انا هولى النار في نفسي. في عم في ايه. وايه يا زكريا ايه. انت بتقوله علي ده هو بقوله انت بتقوله علي ان انا كنت عاوز اقتحيل بباحث عن الدولة. ده انا كنت من المؤيدين لوزارة الداخلية. ده زكريا عبدالعزيز. من المؤيدين لوزارة الايه الداخلية. ولم يكتفي بذلك. يعني وصل به الامر انه يشتم شرع ربنا الشرع الاسلامية. ايام في بداخلة تليفونية ايام حكم الرئيس مرسي. انتم لو طبقتم الشريعة الاسلامية في مصر. مصر هتروح في دهل. مصر ايه. هتروح في دهل. الشريعة الاسلامية التي اقامت. حضارات. في بلاد العالم. اتخلي مصر تروح ده دوقا لزكريا عبدالعزيز. طبعا زكريا عبدالعز لم ينطق بكلمة وصمت وصمت الكبور على تزوير الانتخابات. على السجن على الاختصابات على التلفقات على التزويرات. عليها كنا شايفينه ده كله. فالاسف هذا الرجل بدأ حياته جيدا لكن انتهى به الامر انه يرتكب الموبقات. ربنا يعني ينجينا من مثل هذه الخواتيم. اللهم امين يا رب العالمين. اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. اشترك في القناة